أهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة جديدة من برنامجكم الشبابي شباب بوكس كيف معودناكم ذي البرنامج يعالش قضايا الشبابية موضوع حلقتنا اليوم هو أين الشباب من الوضع الراهن للبلاد والبرنامج عدلنا عليه حركة شوية كما تستفادوا منها كاملين أشعب الموريتاني بصفة عامة في الحلقة له يعود معايا فيها عبد الرحمن جوم اللي له يتكلم بلغة أخرى هل يمكنك الأرى المبارضة لكم كذلك؟ مرحبا بك عبد الرحمن شكرا لك مساء ومرحامات كي تضيف نميزيان دولة بكسكة تحرير من الموريتاني بجميع الموريتاني بكل تحرير من أن تضيف أن تحرير من جميع موريتاني وهو موضوع ما كنت ترى اليوم ويجعلنا يحصلون ليون جميعاً جميعاً في اليوم ومعادي في الاسيما يتحدث في اليوم وفي اليوم وفي اليوم في اليوم في حالة في الوصول اليوم نحن نحن لك في الانتراني ونعن الله أكبر كما قال لكم أكثر في الموضوع أستاذبنا لكم أحمد الحسن أنك تشتري في المجتمع المدني مرحبا بك أحمد معنا اليوم وموسى حميدو لباي مرحبا بك وطبعاً البرنامج ما يخلق من الجمهور معنا فم الحضور لا يعد محدود بين كورونا ولكن فم بعض من الشباب معنا في الحلقة مرحبا بكم الجمهور إذن نبدأ معك أحمد الحسن أحمد الحسن شن هي النظرة اللي تشوف أنت بيها وجود الشباب في الوضع اليوم من البلاء بنظرتك أنت منين هو الشباب عن الوضع الراهن للبلاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم اسم أحمد الحسن أحد المشاطاء المجتمع المدني طبعاً أسكن مقاطعة رياض متشرف بدعوتكم هنا في قناة الشنقية الفضائية الحقيقة أن الشباب لم يقصر الشباب يعني دائماً في الميدان الشباب أعتقد أنه دائماً حاضر في كل الميادين التي تعنيه وينشط فيها ويؤدي الدور يعني لمنوط به ذلك الإطار طبعاً تختلف حركيته وفعاليته من مقاطعة إلى أخرى من ولاية إلى أخرى ولكن في النهاية يبقى الشباب دائماً يؤدي الدور لمنوط به دائماً يبقى أيضاً رافع التحدي ودائماً جاهز لأداء مهمته أعتقد بأن الشباب لم يقصر لا في جائحة التي ماذلة للبلدان كلها وللعالم كله وخصوصاً في موريتانيا في الحقيقة أدى دور كبير ودور ريادي وفعلاً استطاع أنه يواجه ويقف يعني وقفة حقيقية في تجاه هذا الوباء في معركات التوئية والتحسيس وطبعاً لنا نصيب الأكبر في مقاطعة الرياض لأن الشباب دائماً معروف بالحيوية والنشاة وأعتقد بأن الشباب مذال الشباب في الوطن كله ماشاء الله ماشاء الله et maintenant plus qu'on veut atteindre plus de personnes possible notre sujet aujourd'hui j'ai aussi essayé de poser la question à monsieur Dja monsieur Dja, qu'est-ce que vous pensez des situations actuelles mais surtout des rôles de la jeunesse de ce pays surtout السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bonsoir monsieur Dja bonsoir à vous bonsoir tout le monde donc comme vous l'avez si bien dit moi c'est Amadou Ademodia l'actuel secrétaire général du syndicat national des étudiants de Mauritanie donc nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous un moment de partage et de discussion par rapport à la problématique que vous avez posé donc moi je pense que pour parler de la problématique de la jeunesse aujourd'hui et quel rôle la jeunesse doit apporter dans le processus de développement économique et social il faut d'abord qu'on puisse savoir quels sont les défis majeurs que la jeunesse mauritanienne fait face effectivement et deuxièmement l'éducation en tant qu'instrument en tant que levier dans le processus du développement économique et social si relativement au premier point c'est à dire les défis majeurs de la jeunesse mauritanienne il faut savoir il faut d'abord qu'on puisse indiquer que dans le prologement des recensements général de la population et de l'habitat mauritanique aujourd'hui la population mauritanienne se situerait se situerait aux alentours de 3,4 ou de 4,5 ou de 4,4 millions d'habitants donc vous c'est les statistiques que vous amenez avec vous aujourd'hui donc c'est important de parler des statistiques ça va nous permettre de comprendre mieux la situation la situation actuelle donc je disais tantôt que la mauritanie aujourd'hui se situerait aux alentours de 4,4 ou 4,5 millions d'habitants dont près de 60% de la population c'est la jeunesse en moins de 24 ans en moins de 25 ans donc il s'agit fondamentalement d'une jeunesse d'une population très jeune très jeune exactement et la liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive mais elle nous permettra tout simplement d'avoir quelques repères sur les défis majeurs de la jeunesse mauritaine exactement le premier de ces défis c'est celui du chômage bien sûr le chômage touche les plus jeunes c'est à dire ceux qui sont âgés entre 14 et 25 ans 14 et 25 ans qui a été estimé en 2013 qui a été estimé en 2013 à 14 on ne rentre pas dans le secteur juvénile non bon ça il s'agit du chômage déjà oui je dis qu'entre 14 et 25 ans ce taux est estimé à 21% exact alors que les personnes qui sont âgées de 25 entre 14 et 35% autant pour moi alors que ceux qui sont âgés de 35 à 64 ans ce taux n'est que de 3,5% ça c'est le taux de chômage c'est le taux de chômage donc toutes les personnes âgées de 35 jusqu'à 64 ans ce taux est de 3,5 selon les statistiques en 2013 donc il s'agit d'une grande problématique exact la jeunesse aussi est confrontée à la problématique du manque de scolarisation particulièrement de la jeunesse rurale si si c'est une jeunesse qui fait face à la pauvreté aujourd'hui c'est-à-dire dans un pays où selon les statistiques officielles en 2014 35% de la population est en deçà de ces pauvretés il est évident maintenant que si la jeunesse représente 60% donc la jeunesse donc c'est majeure est confrontée aux problématiques du chômage de la faim, de la pauvreté, de la santé, de la malnutrition la diarrhée etc je crois bien qu'on va revenir pour un simple exemple pour en parler des solutions un simple exemple ok vas-y résume un choix parce qu'il n'y a pas de temps ok d'accord je vous donne un simple exemple oui monsieur en Mauritanie le taux de mortalité infanto-juvénile ça c'est les enfants est estimé à 115 pour 1000 selon le recensement en 2013 le taux de mortalité c'est-à-dire le taux de mortalité c'est bon on comprend donc voilà et le ratio de la mortalité maternelle est estimé à 582 pour 100 000 donc pour 100 000 naissances ça c'est selon le recensement en 2014 c'est-à-dire que sur quelle région exactement ça affecte les plus ? non je parle de la vous avez cité que c'est en 2013 donc selon les statistiques officielles en 2014 2014 vous avez dit avec la situation épidémiologique du pays il n'y a pas eu de nouvelles études sur ça forcément ça a dû augmenter avec la situation épidémiologique du pays mais il est important de savoir aussi que c'est cette jeunesse qui est confrontée au problème de délinquance de la délinquance juvénile c'est ce que vous avez cité les 14 ans c'est tout ça c'est important et c'est cette jeunesse qui ne participe pas pleinement au processus de développement de la c'est-à-dire aux activités politiques et économique du pays c'est tout social maintenant monsieur Jha on va revenir sur les solutions effectivement avec vous maintenant on va essayer de voir qu'est-ce que monsieur Moussa en passe monsieur Moussa tu peux te parler de l'Hassani ou de l'Arabie ou de l'Arabie ? là tu peux te parler Moussa tu peux te parler de l'Arabie tu peux te parler de l'Arabie Moussa 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 tu peux te parler de l'Arabie tu peux te parler de l'Arabie comme un individu vous qu'est-ce que vous avez apporté à la jeunesse Moussa avant de parler au collectif on va parler au individu au singulier en tant qu'individu jusqu'à présent je n'ai rien apporté parce que je n'ai pas eu l'opportunité tu n'as pas eu l'opportunité je n'ai pas eu l'opportunité ce ne sera pas des excuses non ce ne sera pas des excuses mais je n'ai pas eu l'opportunité comment on peut te donner ces opportunités là Monsieur Le Baye ? Kiv comment on peut t'apporter tes opportunités ? c'est être à la prise de décision c'est être à la prise de décision c'est être à la prise de décision en tant que jeune vous voulez avoir votre table sur laquelle négocier les situations actuelles bien sûr donc je comprends ça c'est un point effectivement est-ce que maintenant on va passer Eu creo que ça va avoir une parole J'energy au sein Je leur ai en france C'est quelque chose c'est la raison c'est la raison c'est la raison Kiv En la chine bon J' yummy J'aime 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 شباب متلوين، شباب آ gasps lame هنا خالق submit队 منها شباب ناشىط المجال السياسي ثم واحدان خالطان بينهم تنشيط الثقافي و الانشيط السياسي و 뭔가 سوئ واثم ناشطان من المجال الفني فعندما يقولون عنه، فلا يقولون الفن فوق السياسة، لذلك لا تخدمون السياسة، ولا يشن الله في النشاط الفني نحن نطلق من هنا تجاه، نحن نعرف التصنف للشباب، عندنا الشباب السياسي الموريتاني هذا نحن نتاو خرصوا اليوم دوروا في الساحة نجبروا قليل جدا لكننا نتج عنه نحن نعود دقاء مو خارج سبب شنوه؟ علم الشباب السياسي للأسف الشديد هون هم موريتان متبع عقلية النخبة اللي عنها النخبة واعلنها ما شهر محدد دعم رواية ما نحن مواليين، مواليين نحن معارضين معارضين لذلك، علام على كل يوم يغازلين علام على الجيهة فيها وهذا الأسف ما هو يالله يعود فكر الشباب لأن فكر الشباب خصوصا في السياسة يالله يعود ناتج عن دراسة السياسة ناتج عن فهم السياسة صحيح على سبيل المثال، ننطيك مثل أخي وزميل إحمد الحسن قط كانوا مقابلة على البرلمانية وكان قداموا نائب برلماني محترم صحيح بالنسبة لإحمد كيفيانا كالشباب الناشط سياسي منطلق من فكر معين وهو كيف واحد أخر منطلق من تخباز وعياد أصرين تحت الخيار هذا المدى ماشا وتعرف ذلك وفهم السياسة هو قام رد علي هو بالنسبة له كان يتكلب الموضوع معين هو طبعا أنا كسياسي كشاب سياسي موالي ما فرض علي لا لكني فيه الموالات نعود فيه لا أنا لا ينقض ولا ينقوله ما لي الصالح الصالح نحن نقوله هذا هو الفرق بين الشاب واحد أخر على أن الشاب ينقض ويقول الحقائق ويحللها ويفن ويتفن يعني يتقلب على المشاكل يعني يوخض منها يوخض منها الفريز نزيتا صحيح يقول يالله الخلاص الحقيقي يالله يوخض منها نين تكلم هو رد على الشباب باطل على عمل حكومة من وجهة نوارا هو تضح على الموالي نفس الوقت ترجع تقدم الموالي تحليله ذيك النواقص حسب نواريته نقال عنه معارض باش تعرف على أن نحن قاعد أولا بعد قام ذات قال لك ثقافة السياسة ورجع نقال عنه معارض نين تنح نين تنح نين تنح يحلل ويناقش وهذا هو المنطلق يالله نمشي منه صحيح نقال علن ومتناقل فهمي وهذا ما هو ريالله نعود نحن فاهمين عن الشاب السياسي الشاب السياسي يقود شنو؟ يالله يقود منطلق من فكر معين ويحلل ويناقش أنا طبعا نعود موالي يغير موابط ضرورة علني ما نقدم أراي ونقدم أفكاري ثانيا نقص المجال الأخرى اللي فيه الشباب يقالوا المجال الثقافي الشباب يبليح اليوم الحمد لله دور حسن يقالوا الثقافي سواء عن طريق التوعية عن طريق التثقيف عن طريق الحملات التحسيسية اللي نحن اليوم ماشي فيها ونينقبع اكزامبل نقص الله مقاطعتي أنا كنينعجه ويشوي ما شاء الله نقص مقاطعتي نحن للرياض نحن طبعا نحن طبعا من كيف الشباب الآخر اللي حاني عياطلو الحاكم والله حاني عياطلو الوالي والله حاني عياطلو العمدة والله جي اخرى لا نحن ننطلق وصنا من عندنا نقبوز امام المبادرة نمشو في الواجهة مجهودكم تما الخاص؟ على مجهوداتنا نحن الخاصة لقم قلة يا غربيك ما يمخامتنا نحن الهدف عندنا شنو مقاطعتنا تعود واعية بهذا نحن ضركتيا في شاحة كورونا من بداية من سابق يدخل كورونا موريتان ونحن في الحملات التحسيسية السابق ظهور أول حالة في موريتان نحن نعذر الحملات التحسيسية عن كورونا لقسم الناس ما فياتق تنعت به؟ ما فياتق تنعت به؟ ما فياتق تنعت به؟ عبر نتشر شون ما نتجته؟ أعلننا اليوم أنه عادة ضركتيا عن تدقى عادة الدقى ضرورية وعادة اللقاح ضروري اصبحنا نحن الحمد لله لليوم قاع حكمنا في هذا في الحملة التحسيسية لا نقضي جهود كبير في الناس عزقا في الناس المقبول لا يوجد الحملة التحسيسية لقد اجبرت الناس عنها فكرة و لكن المشكلة حيث بمنظر بمنظر واحد وهو رؤية تمام ولكن حسب أن كنت نبقى نشورك و كنت نبقى نشوف كنت نبقى نشوف كنت نبقى نشوف سنعرف لأنه يجب أن يقرأ لأنه يجب أن يقرأ لا يجب أن يقرأ أتمنى أنه يكون ذاكا ما يقول لك؟ اعلن السياسة لا يقرأ لأنها لا يجب أن يقرأ في صفحة عامة مبادئ السياسة و من منطلق و من منطلق هو في السياسة و داخلها على أساسها و أكثرية الشباب هم موقارين نحن نتا و خرصو لديك ناس الشباب اللي داخل السياسة صنفين فهم صنف داخلها من أجل المصلحة الشخصية وهذا هو اللي كارثة على المشتراسة العامة لأنه منطلق لا يوجد مبادئ و لذلك لا يوجد صالح و لا يوجد صالح عندنا نظر عندنا الدولة يقول لك الدولة لا تعارض هذا المثال نعرف نحن صنوك شربادية لأن الدولة لا تعارض الدولة لا تعارض و هذا ما يعني يا الدولة يغير ننقل ننقل لأنني كزميلي أريد أن أصدق عليك أن تدري معدل سرحت رأسك ميزينة لأنني كنت راكت لا تريد طريقة نقل بنا نقل بنا كما قلت لتو نقل بنا نقل بنا تحطين أنا نحلل و نناقش هذا السؤال أنني قلت لأنني كتن تترنيف حلل و نناقش مشكوة لك أحمد رغت مياسط و أنت تقود زانتك الشاب خاصة مجال السياسي لمجال حساس و أنت تقود نقل نقل نضيف سأعطينا نصيحة لأن الشاب لا يمكن نصيحة حقا تقى من الأول يريد أن يطلق من واقع وهو من واقع وهو ولا يمشي على العامية يكرا ينزلها ما معنى؟ معنى عنه هو يا الله ينطلق من الواقع اللي هو يعيشه صحيح ويمشي في استراتيجية يرسم هو خط للنجاح لهو من نفسه كالشار حسناً، كيف ينطلق؟ لا ينتقلون لجانب السيدات طبعاً سيداتنا أبدا لهم من إيضة كلمة واليوم قام حلقتنا حلقة متنورة شوي والزميلة والأخت خادجة مبارك وقدمت برنامج المنبارك خادجة مبارك ما هو رأيك؟ ما هو وجهتنا؟ ترى تقدم الشباب للوطن أين الشباب؟ تفضلي حسناً، السلام عليكم السلام ومطبع مشترك بنامج برنامج بوكس شركت سينا لم تكن محضرة الحقيقة للموضوع نحن نتكلم عن حسب تجربتي من واقع الشباب وخلال مناقشاتي دائماً لأسف الشديد نحن الشباب كلنا متأملين به ياسر وخاصة تتكلم في الموجة اللي نحن نعيش في العالم لأسف الشديد لأسف الشديد لأحضرنا أبدل من يظهرنا الشباب ضموح شباب عند وفكر سليم شباب قد نقف مجتمعات وخاصة تجنين والتي تتكلم عن مقاطعة تجنين اللي هي لساكتة تفضري؟ هي لساكتها والتي كنت تأمل فيها ياسر لأسف شديد لاحظنا على نظهور دي الموجة بدل من نجدروا شباب واعي شبابي يحاول والله عندما قدر أعلنوا يضاعي أشخاص دانية على فطورة دي الموجة اللي نحن فيها وظهرنا الشباب العكس جداً العكس الشديد العكس السلبي لأسف شديد لما كان خفي عننا لأننا لاحظنا على الشباب كيف لأسف شديد في هذه الموجة ظهرت إجرام جديد في قوالب جديدة وفي إشكال استراتيجية جديدة ما كانت عندنا وهذا الأسف ما كان يكون مضحوب لهو كان يلطي شباب اللي ظهرنا في الموجة كنا يلطينا نرى شباب واعي شباب ثقف شباب عنده إمكانيات عنده القطرة عنده وطموح عنده وعي لأنه وعي الأشخاص الكبار لأننا الشعب عندنا بعض المتداوم عندنا الناس اللي ما هواعي حتى حتى الساعة واحدة منه ما زالوا ما هم اعترفين على كورونا خالي شنو دور الشباب؟ الشباب دورك توعية المواطن والتغطيف اللي ما هو فاهم خطورة المرض ما هو فاهم مدى خطورته وعنك أنت كفر يعني أنت كو أسرة وعن المجتمع كبير هذا هو دور الشباب لاحظنا لغير الحقيقة من المقاطعات كاملة هي مقاطعات الميناء برياط ودار ناعم هذا الشباب واعي شباب عند الطموح شباب يشتقل صحيح لاحظنا ما هم شباب واعي وما هو الفرق ما هو الفرق بينهم؟ الفرق رائعي على أن الشباب الميناء وشباب الرياض شباب دار ناعم فهم الشباب نوعا ما واعي طاقت بكريم طويل هذا المقاطعات الثلاثة كانوا مصنفين بالإجرام والشباب هم دائما عندهم الشباب المجرم وعندهم شباب اللي دعم واخلم الأحباس يا قير لاحظوا أن مقاطعاته أشبه المقاطعة تجني اللي كانت هي أصلا بل الأمان والناس عايشة في سلام ورا لاحظوا العكس جدا الشباب تجني نائم وغائب عن الساحة ولا عنده أي فعلين أنا لين نجيل جماعة من الشباب الواعي اللي خرجين جامعات وخرجين معاهد وخرجين محاضر يعني الشباب واعي عنده فكر اللي تتناقش معه هو يقول لك نحن دولة ما ساعدت لك هذا الفترة يفتحون خطينا يفتحون الدولة نحن أفتحون نحن عندنا طموح لنا حاوله ولو بمجهوداتنا الخاصة على نطب وشيء المغاضعات لكي ما عدد الشباب الميلاو كي ما عدد الشباب الرياض وكي ما عدد الشباب الرياض كنا يفتحون شبابنا هذه الرسالة موشتها شباب كامل وشباب كامل وشباب كامل طالبته على انه يتحر يعود اي واحدة لمواشهة هذا الفيروس اللي شوفنا بعض التحطيم ولا للدول الكبار اللي عظمى نحن شباب الحمدلله نحن المشاكل اخرى وشبابها من الشيخة إذا الدولة عندها شباب قوية وعندها مستقبل وعندها مادة واعية وعندها أفكار سليمة تكتبني بها دولة حتى المقاطعة تنعوا كاملين شباب الواعي يحيي دولة وعندها الدولة من العدم شباب واعي عنده أفكار وعنده مستقبل ومسهق وراني الشاكر بتتزامي الله شاكتكم كامل نحن المحاكمة ويوجد المعارضة ما يورجبه لذلك طبعا المعارضة هي المهم لطبع المعارضة المعارضة وتجد قصيرا كما تحديث على المعارضة في المعارضة ولكنك لا أعتقد أنه سوء سيكون عملية المدلقة وكذلك كل المعارضة لكن مستقرين أنه الإمعان يكون المعارضة وأن تحديمه المنزل من تحديم أمواني جدا لأنها يجب أن تحديم أمواني ويطلب إلى تحديم الأمع في تحديم الأمواني الصعي بالدامقراتية والأمواني والمعزنية والمحزنية لن يتحسل لكية سنة في كل المنزل ولكنها تحديم الأمواني وقت قد قلت تتكلم جدًا وتطور بالله نحن كان قال أنه يجب ان التحديث يجب ان يجب ان تفعله أن يجب فرصاً بجميع وضعه المبتعد لده مع أن كانت صرف في افضل الحقيقي على سيئات الداعيب يحب أن يكون مع هو السيد من العمل جدًا هناك ثلاثة أفضل كلهم يتعرضين الأكثر أولا هو تجاهد المعجيزات المفعلومة فنسبة لي تكون الصعب في النهاية ومعجيزا في النهاية المارغة المالية ماذا يفعلون الهالة السفر فهل يجب أن يجب ان تكون قدامتوا هكذا من الترجمان أنه يجب أن يجعلنا نجاحاً لذلك قد يجعلنا نجاحاً لكن الإدخاء الأنغام في نسبة المدينة كلنا إخدارة طبقاً يجعلنا هكذا هذا ان يكون محيفا. يمكنه محاولات محاولات أن يكونوا من قandel موظمتين. يحبون انتظار لكهم يتنظار محاولات محاولات. لكنه يدعا محاولات 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 محاولات. وهي محاولات من نخلل عدم. لا تصدرون محاولاتون الغزاء. يتواجعون نشاط أيضا. محاولات السيدة الغفرير الغرية. يقول لكي تيجب أن يكون ناما يؤد حولات الهدف. يجب ان يمكنه التالي من خلاله في المنظمتي. يجب scrip There's Jo сами فقط سيطال بطريق صدقي يجب ستتقنين يجب أن أشرت بالجهنسة المتعلمات سيطال Withoutenviron هو مجدائك يجب ان تنسى في أجه 열� rear نعم صورة نقوم بس فقط لأسفق نقوم بس لنمخشيط نقوم بس فقط سورة سورة أيضا، أبه؟ كانت سابقا و نحن مزيدا و نحن تنبع برسارة القدر لا يدعون أن يكون مناعا نكسف سادقا نحن نحن نخص مناحقا هم مرحل مرحل المفيدة ونحن نحن نخص في العام بشتر会 يتكلمون لربما لا يتوارى الانتعار سا есть اليوم وقفنا على الحديث صلى الله عليه وسلم. شكرا للمرأة أخرى. الحقيقة كانت أدوغت لأكي وقت جماله. الحقيقة أشرت في المداخلة الأولى أن أفهم عن تختلف الحركة الجمعوية من مقاطعة إلى أخرى من الولايات إلى أخرى. وقلت أن هذه الحركة الجمعوية لأنه طبعاً ما هي وليدة اليوم. هي حركة جمعوية قديمة وهي تعززت عبر مراحل معينة إلى اليوم لكن بم بعض المقاطعات فعلا اللي الحركة الجمعوية يعني ملاحظة فيه بشكل كبير وهذا طبعا يعود لماذا يعود لذالي نقالده وعي الشباب فيه ومستواه الفكر ومستواه الثقاف بالتالي أنا أنرألا الشباب بصفة عامة قال أنه طبعا لم يقب يوما عن الساحة وقال أنه قادر فعلنا إلى أداء دوره وتأديد دوره الكامل يسوى بالمجال الفقاضي يسوى بالمجال الاقتصادي يسوى بالمجال السياسي يسوى بالمجال الحضاري لأن في الحقيقة الشباب دائما يتدخل في المجالات التوئية والتحسيس مثلا جائحة كورونا في هذا الدليل دائما يعني شاهدون شاهدون الشباب يعني في مختلف مقاطعات يتحركون يدخلون بيتا بيتا يدخلون يعني منطقة المنطقة من أجل التوئية والتحسيس بهذه الجائحة ترونهم أيضا يعني يتدخلون يعني مكافحة الأزمات وإدارة الكوارد يسوى في داخل الفلاد ويسوى في العاصمة وعشور تشاهدونهم أيضا في الصراع يعني هم يساهمون في التنمية أيضا التنمية سواء الحيوانية سواء زراعية إلى آخره كذلك هم أيضا بهم أدوار سياسية وقتصار كلمة أخيرة هم أيضا طبعا لهم أدوار يعني يلأون أدوار سياسية لكن خلاص تقول يمكن أن نقول بأن هؤلاء الشباب يحتاجون فقط إلى المواكبة يحتاجون فقط إلى فهم يعني سند خاصة يفهم فهم الدولة لأدوار الشباب وبأن الدولة لا يمكن أن تتقدم إلا بشبابها إن شاء الله وبأعطاء الأولوية للشباب وبمواكبة الشباب اقتصاديا وسياسيا وتمكينهم وجعلهم في صنع القرار وجعلهم يعني في ظروف معينة وتوفيرهم الوسائل المادية واللوجستية مإمكانوا فعلا أن يجعل نخضع في الجمهورية الإسلامية المملكة إن شاء الله بهذا طبعا يمكن للدولة أن تضمن استقرارها وتنميتها ويعني السلم في جميع التراب الوطن وبدونه طبعا الدولة تعرض نفسها طبعا للخطر للاختلالات البنيوية الداخلية أتمنى أن تكون رسالتي يعني تأصر رسالتي إلى الجهات المعنية وأن تواكب هذا الشباب المعطاء المتميز إن شاء الله خصوصا في مقاطعة الرياض كثير من الشباب في مقاطعة الرياض خبر عن المجال الثقافي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي ولكنه ما زال رحينا مشاركي والتهميشي مشكور أحمد الحسن موسى لعاتفن كلمة أخيرة لديكم كلمة أخيرة لعاتفن يفهم لينا ختموا الوقت مويسا إذن إذن مشاهدنا الكرام هنا كون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم من برنامج شباب بوكس وموضوعنا اليوم هو كان أين الشباب من الوضع الرهن للبلاد فهذه كانت أفكار وأراء الشباب المتواجد معنا لحلقة جديدة وموضوع جديد من الشباب بوكس مع عبد الرحمن جوم شكرا لك إلالة إذن كما رأينا اليوم الأبق الموجود في أماق الشباب ممنون الآن نهاية حلقة جديدة سيدي